على أرضه يخسر البلد مباريات كثيرة كتلك التي بين سيادته والاعتداء عليها بين مكانته والتجاوز عليها وكثيرة تلك المباريات من نوعها يخرج منها البلد خاسرا بفعل صنيع رديء انتجه النفوذ والمصالح المتوارث منذ عهد الاستبداد إلى صناعة الفساد إلى التغول على كرامة العباد فخاض الشارع لعبته التي قال فيها كلمته الريد وطن علّه يفوز بهيبة الدولة وسيادتها واحترامها بين شعوب العالم ومباراة البحث عن الهيبة مفتوحة تسجل فيها نقاط الإخفاقات التي وضعتها حكومات متعاقبة لم تنجح في أن تعيد للعراق هيبته بين الأمم تماما كمباريات العراق السياسية والامنية والاقتصادية التي كانت ولزالت مجرد تصفية حسابات بين لاعبين غرباء الملعب عراقي بجمهور سياسيين سابقين خلفت تركتهم في أنظار العالم صورة ركيكة لهيبة البلد واستقرار أمنه السياسي والاجتماعي ولم تسلم الرياضة كذلك فيه من هيبته المفقودة كوستريكا الحكاية الجديدة لإخفاقة كشفت عن قيمة جواز السفر العراقي وقيمة البلد في عيون منتخبها تلك الدولة غير المعروفة والتي لا تقارن بحجم حضارة العراق وعند المنافذ والجوازات تلخصت الصدمة برفض المنتخب الكوستريكي القبول بختم جوازات السفر للدخول إلى البلد واللعب في ملعب البصرة مع المنتخب الوطني ورغم أن العراق كان له كلمته بضرورة التزام المنتخب الضيف القبول بقوانين الدخول وختم الجوازات حيث رفض دخوله إلى البلد دون احترام القوانين العراقية إلا أنها حادثة قلبت مواجع العراقي الباحث عن سيادة قانون بلاده وهيبتها وفتحت مواجع التساؤل عن الوقت الذي تعود فيه منافذ العراق حدوده جوازه إلى مجد ما كان من قوة وهيبة ينادي بها العراقيون ويناشدون حكومتهم لعادة عراق كان يفوز ولا يخسر اشتركوا في القناة